الدولة المصرية عندما هجم حفتر على طرابلس عاصمة الدولة الليبية التي تعترف بها مصر والتي تجلس فيها حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها مصر عندما طالبت حكومة الوفاق اجتماع عاجل للجامعة العربية لمراقشة الموضوع في شهر 7-2019 رفضت مصر وتريدنا أن نتعامل مع الأخ الأكبر والعروبة والكلام الفارغ هذا لا نؤمن به ويجب أن لا نؤمن به نحن نؤمن بالحقائق بالأفعال والله مصر الجارة الكبرى خليها اعتبر أنت الجارة الكبرى بتاعك وكذا ودير معها علاقات جيدة نحن لا نمانع ولكن لا تعطينا دروس في ذلك لأننا نعرف ما يحدث وسنتخذ الإجراءات التي يجب أن نتخذها دون الالتفات لهذه العاطفيات